ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر الكضيبية في بداية الاجتماع وفي ضوء الكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله رعا لدى استقبال جلالته عددا من الأهالي وعددا من المتفوقين والمتفوقات من الطلبة والطالبات من مختلف المراحل التعليمية أشاد مجلس الوزراء بمضامين الكلمة السامية وما أكدته بأن النتائج المتميز للطلبة والطالبات هي نتاج جودة التعليم النظامي مؤكدا على ما أشارت إليه الكلمة السامية بأن ثروة العقول التي تمتلكها بلادنا نعتبرها جوهر الثراء الحضاري وأنه بنور العلم تتم محاربة كل فكر متطرف وأن استقرار الوطن بالتكاتف الوطني لأبنائه ومواقفهم المشرفة لافتا إلى ما أشارت إليه الكلمة السامية حول موقف البحرين الداعي للسلام العادل وأن يعمى الأمن كل مكان بعدها أكد المجلس ضرورة تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في مؤصلة البناء والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته ووحدة أبنائه باعتباره واجب وطني مقدس معربا عن ثقته بمواقف أبناء الوطن التي تعكس دائما وحدتهم وثباتهم على مبادئهم بمناسبة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بدعوة مجلسي الشورى والنواب للإنعقاد فقد أكد مجلس الوزراء التطلع للخطاب السامي الذي سيتفضل بتوجيهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم لدى رعاية جلالته افتتاح دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب الذي سيضع محددات المرحلة المقبلة وتحقيقها عبر المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وجه اللجان الوزارية الحكومية المعنية بمواصلة تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية لما فيه خير الوطن والمواطن بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التقرير الاقتصادية الفصير للنصف الأول من العام 2024 الذي أظهر نموا في الناتجة المحلية الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنوي بنسبة 2.3% مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.1% فيما انخفض عدد العاملين غير البحرينيين في القطاع الخاص بنسبة 2.1% مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون بفرض رسوم الإغراق ضد واردات دول مجلس التعاون لعدد من المنتجات مذكرة سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن مشروعي قرارين حول تطوير إجراءات السجل التجاري مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية حول رد الحكومة على ثلاثة اقتراحات برغبة واقتراحين بقانون مقدمة من مجلس النواب بعدها استعرض المجلس مايالي مذكرة سعادة وزير العمل رئيس مجلس إدارتي التنظيم سوق العمل والتي أظهرت أنه منذ انطلاق يظام تسجيل العمالة وحتى سبتمبر 2024 انخفض عدد العمالة غير النظامية من 95721 عامل إلى 35640 عامل أي ما نسبته 63% في مرتبعة ارتفعت نسبة المنشآت الملتزمة إلى 98% كما تم إجراء 93154 حملة وزيارة تفتيشية مذكرة سعادة وزيرة الإسكان وتخطيط العمران حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية ثم أخذ المجلس علما بما يلي نتائج المشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الأسيوي نتائج المشاركة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج الاجتماع 2022 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتائج الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية